اشتركوا في القناة روت هندلر في الدروس السابقة ووظيفته ان يعمل create new product حسب البيانات اللي ناخذه من الكلينت والبيانات هو من نوع create product DTO في هذا الابجكت عندي title و price افتح البوسمان عندي هذا create new product في البادي اهنا خليت title product 2 والprice 2 ارسل request كل شي تمام انطاني status code 201 وعمل create new product اذا اجي هنا واخلي هذا التايتل يكون بدون محتوى يكون فارغ واخلي الprice صالب واحد ارسل request شوف انطاني 201 created التايتل فارغ والprice صالب واحد هذا خطأ هذا باق لان احنا ما عدنا price صالب واحد وما عدنا title بدون محتوى فقبل ما يتم خزن هذه البيانات في الديتابيس او بعبارة اخرى قبل ما هذه البيانات توصل الى الroot handler لازم نعمل validation ونشوف هل هذه البيانات صالحة ام لا حاليا هذه البيانات تعتبر غير صالحة لان ما عدنا price صالب واحد ولا عدنا title بدون اي محتوى empty string فلازم نعمل validation واحنا قلنا في الدروس السابقة نعمل ال input validation على مستوى ال pipe layer يتم ال input validation للبيانات اللي تجي من ال client الى السيرفر في nest.js في ال pipe يعني قبل ما توصل البيانات ال ال route handler راح نعمل عملية ال validation فنرجع الى vs code و افتح terminal جديد حتى نعمل input validation في nest.js احنا لازم نثبت اثنين package npm install class dash validator validation وايضا مع هذا package لازم يجي هذا package class transformer فثبت هذه packages npm install class validator مساف input validation و احنا نعمل ال validation في dto احنا عملنا create product dto في دروس السابقة ctrl p افتح create product dto احنا في الدروس السابقة انا قلت لكم نخلي dto مولتنا من نوع class يعني ما نخلي interface ولا type نخلي يكون class فلان خلينا class نقدر نعمل ال input validation مع class validator فاقول import from class validator هذا ينطيني مجموعة من الدكوريتور اضعط على control space شوف ينطيني مجموعة من الدكوريتور هذه الدكوريتور شوف is array is date is email مع هذه الدكوريتور اقدر اعمل validation على البيانات اللي تجي من ال client is enum is empty عندك كثير من الاشياء حاليا اريد is string مسافة و is number وايضا is not empty هذا is string يعمل check يشوف هل ال property هو من نوع string ام لا يعني لازم يكون من نوع string انا اتوقع هذا title يكون من نوع string ففوق هذا title اكتب add sign is string وافتح القوسين بهذا الشكل فهذا is string يعمل check على title الت اللي يجي من client يشوف هل هو من type string ام لا اذا ما كان من type string رح يعمل throw exception واذا كان من type string فما رح يعمل throw exception هذا اللي يسوي خلف الكواليس هذا يعمل validation وايضا انا ما اريد هذا title يكون empty يعني ما يكون بدون محتوى اقول is not empty ايضا اعطي هذا decorator فهذا title لازم يكون من type string ولازم ما يكون empty price لازم يكون number فاكتب احنا اقول add sign is number يعني لازم يكون عدد add sign is not empty بهذا الشكل نعمل validation مع بعض decorators من class validator فالخطوة الأولى لل input validation في nest js أن نثبت class validator وclass transformer في مشروعنا الخطوة الخطوة الثانية نعمل validation في داخل DTO حسب الproperty اللي عدنا نعمل validation مع هذه decorators الخطوة الثالثة لازم body مالاتنا body لان احنا رح نعمل يعني عملية validation على البيانات اللي تجي من client body مالاتنا يكون من نوع DTO من نوع DTO اللي عملنا بال validation فاحنا عملنا هذه الخطوة في الدروس السابقة فالbody مالاتنا من نوع create product DTO والخطوة الرابعة والأخيرة شنو هي نعمل import ل validation pipe اخلي comma اعمل import ل validation pipe نستخدم هذا pipe انزل في داخل الbody اقول new validation pipe وافتح القوسين لازم نعطي object من نوع validation pipe للbody بهذا الشكل new validation pipe ونفتح القوسين فهذا الbody راح يشتغل على مستوى pipe عرفت احنا عملنا الbody في داخل DTO مع هذه decorators وهنا قلنا شنو لازم هذه الbody validation يصير على مستوى pipe يعني في pipe layer قبل ما يوصل الrook الrook handler في داخل pipe layer لازم نعمل هذه الvalidation لهذا السبب نعطي new validation pipe فالنس JS راح يعرف لازم يعمل الvalidation في pipe layer كل الشيء تمام افتح البوسمان هالمرة title بدون محتوى والpreis صالب واحد ارسل request يقول title title should not be empty جميل الvalidation يشتغل خليني اشيل title والpreis ارسل request شوف ينطيني array من المسجز ال error bad request والstatus code 400 صحيح شوف يقول title should not be empty title must be string price should not be empty وايضا هذا المسج فالvalidation يشتغل يمكن تقول انا اريد اخلي custom message ما اريد هذه المسج هل اقدر نعم تجي في ldto هنا على سبيل المثال في is string تفتح تفتح الكرل بريس تقول تقول المسج اي مسج تقدر تكتب اقول title should be string this is custom message ايضا في داخل ال not empty message this is custom message فلو ردت تكتب custom error message تكتب custom error message ما لتك بهذا الشكل حسب شيء اللي تريده ارس ال request مرة اخرى شوف يقول لي this is custom message ينطيني المسج اللي كتبته انا ما اريد custom message اريد يكون المسج من class validator فامسح هذا لو حبيت تقدر تكتب custom message بهذه الطريقة بسيط جدا مو مشكلة كل شيء تمام نرجع لبوسمان فاكتب title title اخلي على سبيل المثال ABC ارسل request يريد من عندي price price اخلي صالب واحد ارسل request طبعا قبل price ليش لان الصالب واحد يعتبر number ولكن انا اعرف ما عندي price اقل من صفر price يعني السعر لازم يكون من صفر فما فوق هل اقدر اعمل validation طبعا نرجع هنا عندي من من اكتب add sign من اخلي يكون صفر يعني minimum value لل price لازم يكون صفر هل اقدر اكتب message نعم اخلي كما هذا الشكل تكتب message price should not be less than zero ايضا تقدر تكتب custom message بهذا الشكل فهذا رح يعمل check على price يشوف هل price هو اقل من صفر ام لا اذا كان اقل من صفر فرح يعمل throw exception ما ما رح ما يسمح ال request يدخل ال route handler ولكن اذا كان صفر او اكبر من صفر فهذا رح يكون اوكي نرجع صالب واحد ارسل request ما يقبل price should not be less than zero جميل اخلي zero قبل كل شي تمام اخلي 10 ارسل request كل شي تمام ايضا التايتل اذا التايتل اخلي character واحد اي ارسل request انا ما اريد التايتل يكون character واحد اريد اقل شي يكون اثنين character واكثر شي اريد ايكون 150 character فاجي اهنا يمكن تقول استخدم من لا احنا نستخدم المن فقط لل number نستخدم من length add sign من length اخلي اثنين فنستخدم من length للنصوص ونستخدم من للاعداد number هذا الفرغ بياناتهم وايضا عندي max length يعني الحد الاقصى اخلي 150 يعني title يقدر يكون بين 2 characters و150 characters ايضا لل price عدنا max لو حبيت تحط max value max اخلي الف يعني لو ردت الحد الاقصى maximum value للprice يكون عدد معين تحط في max ولكن انا ما اريد هذا الشيء امسح هذا لو حبيت تقدر تحط max عندك كثير من useful decorators فشوف هنا قلة title لازم يكون بين 2 characters الى 150 characters نرجع الى postman خلي ارسل request ما قبل شوف انطاني bad request هذا الصحيح اخلي a b ارسل يقبل كل هذه validation يتم في pipe layer كل شيء تمام فهكذا نعمل input validation في nest js طبعا بدلا من min length و max length عدنا decorator اخر اللي هو length length يعبر عن min و max length شوف اول argument مالت هو min اعطي اثنين ثاني argument هو max اعطي 150 هذا length يساوي min length و max length يعني بدلا من هذه ال 2 decorator تستخدم decorator 1 فحسب شيء يعجبك استخدم هذا او هذا انا رح استخدم length فامسح هذا decorator 1 بدلا من 2 decorator مرتب اكثر نرجع مرة اخرى ارسل request ما يقبل كل الشيء تمام فهكذا نعمل input validation في nest ايضا لازم نعمل input validation لما لل update شوف ايضا ايضا عندي body شوف عندي body خليني انزل هذا حتى يصير more readable وايضا هذا شوف عندي هذا body ايضا لازم نعمل validation على update product ف ctrl p update product dto ايضا عندي title price حتى نكتب اسرع اعمل copy من create product dto c واجيب ايضا امسح هذا title price ctrl v ايضا اعمل copy من هذا ctrl c واجيب في update حتى نكتب اسرع بعد حضرتك تعرف الفكرة في update title و price لازم يكون optional فاخلي هنا question mark وايضا هنا question mark علامة الاستفهام ولكن ال pipe validation pipe ما يعرف ايش عن هذا عن question mark يعني ما يعرف انه هذا optional هذا رح يكون على مستوى الملفات مالتنا في داخل المشروع فكيف انا اقدر اقول لل pipe هذا title وهذا price optional اختياري عندي decorator اللي هو is optional فهنا اقول add sign is optional يعني هذا اختياري مستخدم يقدر يعمل تعديل على title او لا وايضا انطي لمن لل price optional يعني اختياري اجي في product controller مثل ما تعرفون هنا في داخل ال body اقول new validation pipe وافتح الغوصين لاحظ لاحظ int pipe هذا pipe اللي استخدمناه في الدروس السابقة نستخدم هذا pipe على parameter لاحظت على method parameter فما تحتاج تقول new parse int pipe مجرد تكتب pipe ولكن نستخدم validation pipe على input ال input اللي موجود في body لهذا لازم نعمل object نقول new validation pipe ونفتح القوسين خليها في بالك لازم تكتب ال new keyword لل validation pipe فأيضا كتبنا ال validation لمن لل update product dto نرجع الى postman ونعمل check فهذا الكريات يشتغل بشكل صحيح اضغط على save وافتح ال update هذا في body ارسل request title updated كل شي تمام اذا اخلي التايتل يكون فارغ ارسل ال validation multi يشتغل كل شي تمام اذا اخلي ال price صالب واحد ما يقبل كل شي تمام جميل جدا بعد شنو اجي في ال product احنا create new product اقول console log body اطبع body وافتح terminal خلي نشوف نرجع الى postman ونرسل request الى هذا ال end point create new product اخلي التايتل يكون book وprice 10 انا اعرف السيرفر يتوقع مني title وprice ولكن راح اخلي property اخر على سبيل المثال rating اخلي واحد طبعا في السيرفر انا ما اتوقع هذا ال property فقط اريد title وprice ارسل request كل شي تمام افتح ال vs code شوف طبعة ال body title price rating انا ما اريد rating هذا يعتبر bug لازم ما اسمح لازم ما اسمح لان ينطيني شي اللي انا ما احتاج فاش اسوي في داخل ال validation pipe عندي configure object افتح curly braces white list اخلي true white list خلي true لاحظت في هذه الحالة بعد ما رح يقبل ارجع الى postman مرة اخرى ارسل request send ايضا ارسل rating افتح ال vs code شوف يقول title book وprice 10 ما اخذ ال rating فدائما خلي هذا white list to true لازم يكون true حتى السيرفر ما ياخذ ال property اللي ما تحتاج هذا شي مهم جدا طبعا ال client هو ارسل rating ولكن السيرفر عرف هذا شي بان هو ما يحتاج rating فقط يريد title وprice فقط اخذ من هذا body title وprice يمكن تقول اني ما اريد اسمح للمستخدم ينطيني property اللي ما اريده اذا اعطاني property اللي ما اريده مثل هذا مثل هذا rating اريد اعطي exception وما اريد ال route handler مالتي اصلا يشتغل فهنا بعد ال white list true خلي comma تخلي comma وتقول forbidden 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 non white listed نقطين true وتخلي true لاحظت فايضا لازم تحط هذا في هذه الحالة اذا المستخدم اذا ال client اعطاني ال property اللي ما اريده هذا رح يعمل throw exception نرجع شوف خليت هنا rating server ما يريد هذا ارسل request شوف message property rating should not exist bad request لاحظت فحسب شي اللي تريده انا يعجبني هذا ال property فاخلي اخلي اخلي اثنين اذا client اعطاني property اللي ما اريده اعطي exception وما اريد route handler من يشتغل هذا هو الشغل الصحيح ايضا لازم نكتب هذا لمن لل put هنا ولكن نقدر نعمل شيء افضل من هذا ليش احنا دائما نجي ونكتب ال validation pipe لهذا وايضا لهذا وطبعا احنا رح نعمل بعد post route handler لليوزر ولل reviews عندنا بعد طبعا controller فلازم نكتب هذا دائما نقدر نخلي هذا على شكل globally في داخل main ts وبعد ما نحتاج هنا يعني نحط validation pipe في main بشكل globally ctrl p افتح main dot ts هذا مثل ما تعرفون هو entry point مولتنا هنا قبل listen قبل السيرفر اكتب app dot use global pipes شوف هذا global pipes افتح القوسين اعطي new validation pipe كارجومنت افتح القوسين نفس نفس pipe شوف جبنا هذا validation pipe من nest common نفس هذا validation pipe وايضا خلينا نعطي options configure option الاعدادات white list to true حتى ما يقبل البرابرتي اللي ما نريده و forbid none white listed to true حتى يعطي exception للمستخدم اذا اعطانا البرابرتي اللي ما نريده فخلينا الvalidation pipe globally في main dot ts فهذا رح يشتغل لكل route handlers لكل الملفات لكل controllers فاجي في product controller بعد ما احتاج هذا هنا شوف اكتب code اقل امسح هذا كل شي تمام وايضا من داخل ال put هنا بعد ما احتاج لان خليته في main dot ts وايضا امسح هذا مرة اخرى نرجع الى postman ونعمل test ارسل ويا هذا request rating ارسل شوف ما يقبل صحيح امسح rating ارسل request يقبل البيانات صالحة اذا اخلي التايتل يكون character واحد ارسل جميل الvalidation يشتغل اذا اكتب book والprice اخلي صالب 3 ارسل ما يقبل validation multi يشتغل كل شي تمام جميل فهذه الفكرة كانت من هذا الدرس عرفتوا كيف تعملون validation على البيانات اللي تجي من الكلينت مع هذه من class validator ببساطة شديدة شكرا لكم وشوفكم في الدرس القادم موسيقى 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 شكرا لكم